معظم المسلمين اليوم لا يلتزمون بهذا الاستخلاف النبوي فقد أعرضوا عن العترة مع ثبوت الأحاديث الصحيحة في كونها خليفة النبي الأحاديث الصحيحة المتفق عليها عند جميع الفرق تقريبا بما فيها الفرقة البكرية المبتدعة فلماذا هذا الإعراض؟ هذا الإعراض معناه حصيان رسول الله صلى الله عليه وآله وليس في ذلك عجب إذا كان القوم يتبعون رمزاً كان من أكبر العصات لرسول الله وهو الطاغية عمر بن الخطاب لعنه الله فكل المسلمين يعلمون أنه في رزية يوم الخميس عصى رسول الله إذ أمر الرسول بأن يؤتى إليه بدوات وكتف ليكتب كتاباً لا تضل الأمة بعده أبداً فعصى عمر وأثار اللغط والصياح في محضر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله إلى أن طرده النبي وطرد من معه نحن إن عتقنا من هذا العصيان أطعنا الله وأطعنا رسوله وأطعنا أولي الأمر منا وهم الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم وأحببنا رسول الله حباً صادقاً عميقاً ولذلك صرنا مصداقاً لهذه الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فنحن أحباء الله لأننا أحببنا نبيه صلى الله عليه وآله ولم نكتفي بهذا الحب المجرد بل قادنا هذا الحب إلى حسن الاتباع فما قاله النبي قلناه وما أمر به النبي التزمناه لم نتبع أحداً عصاه ولم نقم وزناً لمن خالفه وإن كان من أزواجه ولذلك عادينا في الله عائشة وحفصة لأنهما قد خالفتا رسول الله وتظاهرتا عليه بنص كتاب الله المجيد ترجمة نانسي قنقر